اشتركوا في القناة وتشكل جزء من هويتنا وجزء من وجداننا كمصريين عبر التاريخ وهو البعد الافريقي والوجدان الافريقي في الشخصية المصرية الشخصية المصرية بتقوم على عدد من الاعمدة انجاز التعبير جزء منها بيأتي من الحضارات او معظمها يعني كلها من الحضارات المصر تعيشت معها اما كانت حضارات وفدة او مقيمة او اصبحت جزء من الشخصية المصرية جزء من هذه الاعمدة او احد هذه الاعمدة هو العمود الافريقي او البعد الافريقي في الشخصية المصرية ولا يمكن ابدا ان احنا ننسلخ او ننفاصل عنها لانها جزء لا يتجزأ من حضارتنا ومن شخصية الشعب المصري النهاردة بنحتفل بالذكرى ال 63 لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية اللي كانت في مايو سنة 63 وتحول بعد كده مسمى منظمة الوحدة الافريقية الى الاتحاد الافريقي في فترات لاحقة ومصر طبعا كان لها دور كبير منذ اليوم الاول في التأسيس ودولة مؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية ومن بعد في الاتحاد الافريقي وطبعا في 2019 حضرانكم عارفين طبعا ان مصر كانت تولت رئاسة الاتحاد الافريقي واول قمة افريقية عقدت سنة 64 يوليو 64 تحديدا عقدت في القاهرة والدور والبعد الافريقي اللي مصر كانت بتقوم به في دعم دول القارة الافريقية في حركات التحرر الكثيرة من اقصى شمال القارة الى اقصى جنوب القارة ومن شرقها الى غربها الدور المصري معلوم طبعا لحضراتكم واكيد راسخ في الازان وطول العقود الماضية كان لمصر دور لا ينسى ودور يذكر دوما من الاشقاء في القارة الافريقية في مختلف الامور وفي مختلف الشؤون اللي مصر كانت بتتعاون فيها مع دول القارة ولعل الفترة الحية يمكن كان فيه فترات شبه شبه غياب مش غياب ولكن شبه غياب او تراجع شوية في الدور المصري في افريقيا عقدين ثلاثة كده سبنات تمانينات شوية تسعنات ولكن رجعت مصر بقوة بقوة شديدة جدا وخصوصا في 2019 حين تولي مصر للرئاسة الدورية الالتحاد الافريقي طيب في المناسبة دي وفي هذا اليوم الرئيس السيسي كتب على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي وقال اهني جميع الشعوب الافريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيوم افريقيا هذا اليوم الذي يمثل ذكرى تاريخية عظيمة اسست العهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك ما بين دول قارتنا ايضا رئيس اضاف في هذه المناسبة وكد ان مصر ستظل تسعى جنبا الى جنب مع اشقائها الافريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في ايجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي تعاني منها القارة لعقود حالة دون تحقيق احلام ابنائها الرئيس بيضيف وها نحن اليوم نخطو خطواتنا الثابتة نحو ايجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم فكل عام وشعوب افريقيا في تقدم واستقرار وازدهارها كذا كتب الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدوينته اليوم مرحب بسارة سفير محمد العربي وزير الخارجية الاسبق سارة سفير مساء الخير اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك سعداء بوجودك معنا واكيد الذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية ومصر من اليوم الاول كانت في القلب اكيد هذه الذكرى خصوصا على مصر والدبلوماسية المصرية اكيد هو يوم خاص جدا اه طبعا اتفل مع حضرتك انا رسمية المداخلة او المقدمة لستك تفضلت بياه يمكن الامور ما يعرفش انه رئيس جمال عبدالناصر في اه اه وانه بحضرتك اعتبر يعني اه احد الاسس في مصر خدمتها لالاتحاد الافريقي فيما بعد وانا اؤكد حراك ان مصر دائما متمسكة دي مبادئ الاتحاد الافريقي ومتسير عليها بشكل منطبط تماما بعكس بعض الدول الاخرى ويمكن النهاردة ايضا يعني بصدق وزيرة خارجية جنوب افريقيا القاهرة اعتقد باستاذ الوزير السامة الشكري في برضو يعني كدلالة على ان مصر دائما بتولي القرى الافريقية اهتمام كبير جدا ويمكن ذاتك ذكرت نقطة اهمة جدا وهي فكرة التنمية مصر الان تسلك منهج مختلف تماما احنا وقفنا بعض دول الافريقية في مراحل التحرر من الاتعمار الان نقص بعض دول الافريقية في مراحل بناء البنية التحتية وبناء القدرات الهتمام الافريقي في كل الدول يعني ما بيش تخصيص الدول بعينها ولكن كل الدول الافريقية على بعض الان مجال بالعمل المصري الجاد من اجل البناء البنية التحتية قوية تخدم البنية التفريقي وايضا تعزيز قدراته في مختلف المجالات سواء كانت في التدريب او التعليم او غيرها من المجالات الاخرى في المجالات الاخرى وغيرها من الامور ولكن للأسف القرى الافريقية الان تحت البقود كثيرة منها مثلا على سبيل المسال موضوع الامن الغذائي بعد الحرب في موكرانيا الدول الافريقية هشكون من الدول العكس التضرورة في المجالات إجازة يوجد من الانتصاريات الاحرب وايضا الأوضاع الابتصادية وموضوع ورض الكورونا عانت الكثير من هذا المرض وايضا قبلها في بعض الأمراض الأخرى كانت مصري دائما تكون بدور رياضي في هذا الأمر وانا طبعا متفكر ان مصر كانت رفضة في عملية توريد اللقاحات وحتى عليك فارسي عليك مليون افريقي من فارسي بالذات وغير ان الدكتور مدي يعقوب مثلا هسابين المثال عمال عمليا قلب مفتوح في قديسة بابا مكانا والمستشفيات الطبية فانهم متابعة لصفاراتنا موجودة في دول كتير في القارة احنا شوفنا مثلا واحدة منها في اسيوبيا شوفنا واحدة منها في جنوب السودان وفي اماكن تانية موجودة مستشفيات مصرية بتعالج مجانا طبعا غير بناء بقى الصرخ وبناء المستشفيات وبناء السدود صحيح ايضا ايضا مصر هي اصبحت العمل الاجاسي في تنمية القدرات الافريقية ومحاولة الوصول بالقارة الى قدر اكبر من الرفاهية ورفع مستوى معيشة الانسان الافريقي لكن زي ما قلت حرق الظروف الدولية احيانا بديها قدر من الصعوبة ودائما القارة الافريقية للأسف بتتضرر من تصورات دولية هي خارجة عن ارادتها ايضا الدول الافريقية اصبحت الى حد كبير يعني هدف لتدخلات من قوى عالمية وقوى اثنينية وبالتالي القارة الافريقية لازلت تحتاج الى عمل كبير وكثيف وقيادة واعتقد ان المصر تستطيع انها تكون قائدة لمجال او اللي راجب التنمية بهذه القارة العظيمة طيب هل حركت تتوقع في الظروف الحالية العالم بيمر بيها على واقع الازمة الروسية الاوكرانية وفقا حتى لتقديرات الامم المتحدة هناك ملايين من البشر معرضون للمجاعة في 43 دولة على الاقل ومعظم 43 دولة المقبلة على المجاعة هي في قارة افريقيا هذا وفقا الامم المتحدة هل حركت بترى ان هذه الفرصة القادة الافريقية يعو جيدا انه حان الاوان بان يضع ايديهم جميعا سويا من اجل توحيد الجهود في القارة وتحقيق اكبر ما يمكن من استفادة محلية داخل القارة من قدرات القارة اعتقد ان هو ده الواجب يعني اللي يلزم قدر افريقيا لانهما فعلا هو فيه افتكر للمعرضة ايضا من قمة افريقية يغنيها في العاصمة مع لابو اعتقد ان هي هتكون بتهدف الى مناشة فكرة الاستقرار داخل القارة بتيجي انه تزايد بعض الانقلابات العسكرية في بعض الدول وايضا تزايد موجود الارهاب وجماعات المتطرفة في بعض الدول الاخرى والعنف في دول اخرى فبالتالي اعتقد ان احنا فعلا كقارة وكقادة وكشعوب علينا ان احنا نلتزم اكتر بدفع وسائل التنمية ومحاولة رفع مستوى معيشة الانسان الافريخي حتى ان هو يعني يتجنب مثل هذه المشاكل اللي متأثر على مستقبله وعلى مستقبل اولاده في المستقبل اعتقد محتاجين عمل دقوب كبير جدا في الفترة القادمة انا بشحرك شكرا جزيلا سفير محمد العربي ووزير الخارجية المصر الاسبق شكرا جزيلا لحضرتك في يومها افريقيا القارة البكر تحتفل متطلعة لاستغلال مواردها بشكل الامثل انه يوم الحرية الافريقي الاحتفال السنوي بتأسيس منظمة الوحدة الافريقية عام 63 والتي تعرف الان باسم الاتحاد الافريقي ومنذ لحظة تأسيسها الاولى ساهمت الدولة المصرية في تأسيس هيكل الاتحاد الافريقي بهود مصر في وقتنا الراهن للاستثمار من اجل افريقيا للنهوض وتحقيق التنمية المستدامة والبناء مع اشقائها الافارقة اتفاقية التدارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ هي العلامة الفارقة قريا فافريقيا تملك مليار ومئتي مليون نسمة وتريليون وخمسمائة مليار دولار هو ناتجها المحلي مصر في قلب افريقيا بمشروعات الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب وتطوير البنية التحتية بمشروعات عابرة للحدود منذ عام الفين واربعة عشر فمصر توطب علاقاتها مع عمقها الافريقي مشروع جوليوس نيريري للربط الكهربائي بتحالف مصري تجشين المدينة الصناعية الاولى باربعمائة مليون دولار وتوفير خمسين الف فرصة عمل في تنزاليا هناك مشروعات في كل ارجاء القارة في جنوب السودان اوغندا المركز الطبي لتقديم الخدمات الطبية بالاضافة المشروع القاهرة كيبتاون وهو اطول مشروع يربط بين دول شمال القارة بالجنوب لتسهيل حركة الاستثمارات ونقل البضائع عبر تسع دول افريقية اجندة افريقيا الفين وثلاثة وستين تحت شعار افريقيا التي نريد فمصر اعتبرت هذه الاجندة اساسا للتحول الاقتصادي والاجتماعي التكاملي طويل الاجل للقارة الافريقية وها نحن اليوم نخطو خطواتنا ثابتة نحو ايجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم من مصر محمد عبد العالم بالتأكيد البنية الاساسية وخصوصا القطاع الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الانترنت ده واحد او اصبح احد اهم اوجه القوة اللي بتتمتع بها اي دولة او معيار لقوة اقتصاد هذه الدولة وبنيتها الاساسية وعامل ايضا هام في جذب الاستثمارات يعني بالتأكيد مفيش اي مستثمر او مصنع هينشأ او هيجي يشتغل في دولة وهي تفتقر الى يعني البنية الاساسية في قطاع الاتصالات الاتصالات معطوعة شبكات الاتصالات او المحمول فيها ما بتتمش بشكل كويس الانترنت فيها بطيء او يعني خدمة الانترنت فيها ما بتغطيش معظم الدولة فبالتالي الاهتمام بهذا القطاع ده يعني واحد من اولويات العمل في البنية الاساسية لأي دولة لو جينا مثلا نشوف في مصر هنلاقي من سنة 2019 يعني تقريبا يعني ما تم ضخه يعني في هذا القطاع بحلول مثلا 2019 اتكلمنا على اساس مرات حوالي 30 مليار جنيه ضخط في هذا القطاع اللي هو قطاع الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات فيما يتعلق بجودة الانترنت في مصر ومضاعفة السرعة الخاصة بالانترنت اللي يمكن اكتر من 8 اضعاف فيه دلوقتي فكرة مادة كابلات الفايبر مش بس فيه المدن الرئيسية في القاهرة والجيزة والسكندرية وعاصم المحافظات ولكن حتى بقينا نلاقي نشوف ان حتى في قرى حياة كريمة جزء من البنية الاساسية اللي بتوفر في قرى حياة كريمة جزء منها هو توفير الفايبر كابلات الفايبر بدل كابلات النحاس اللي هي القديمة بتاعة الانترنت بقى فيه فايبر كمان يعني ان شاء الله قريبا جدا نكون فيه اكتر من 3.5 مليون منزل في مصر وخصوصا من هذه القرى الاولى بالرعاية واصل لها الكابلات الفايبر او الانترنت فائق السرعة ده في اطار مخطط عام واشمل الوصول لحوالي 37 مليون منزل هيكون وصل لهم خدمة الفايبر في القريب العاجل برحب دكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي ورئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الانتصالات والتكنولوجيا المعلومات دكتور محمد مساء الخير اهلا بحضرتك مساء الخير يوصد عمر ازاي حضرتك اهلا بيجي فانت اهلا بحضرتك وبديو فكرة الكرام اهلا وسهلا اهمية ان يكون في مصر هذا الانفاق على قطاع تكنولوجيا الانتصالات وخصوصا الانترنت والايتمام بزيادة سرعة الانترنت يعني زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة النهاردة الانترنت ما بقتش الحقيقة شيء يعني تكميلي او ترفيهي النهاردة العالم كله الحقيقة بيعتمد على الانترنت في كل المجالات سواء بقى كانت الصحة التعليم السياحة الاعمال الاقتصادية واعمال البزنس والاعمال التجارية كل القطاعات الحقيقة النهاردة اصبحت بتعتمد على شبكة الانترنت كوسيلة لنقل البيانات والمعلومات طبعا كمان اللي زود المسألة دي في خلال السنتين التلاتة اللي فاته جائحة كوفيد ناينتين وفكرة الاعتمادية الكبيرة جدا على العمل عن بعده وفكرة التطبيقات الالكترونية وانه طبعا التباعد الاجتماعي اللي كان معمول في العالم كله والفترات اللي كان فيها لوكداون زودت كمان يعني احتياج الناس لشبكات الانترنت وشبكات الاتصالات بشكل كبير جدا وده الحقيقة انعكس كمان على مصرف اننا ابتدينا نزود سرعات الانترنت ونزود يعني عدد المستخدمين اللي بيقدروا انهم يتصلوا لشبكة الانترنت مع مد طبعا شبكات المعلومات وشبكات الاتصالات والكابلات يعني بسرعات متزايدة عن السرعات اللي كانت موجودة قبل كده علشان نحاول اننا نغطي الطلب اللي موجود النهاردة يعني في حياتنا اليومين ممكن شواء الناس بتنسى سرعة الانترنت مثلا كانت من 5-6 سنين كانت ازاي والنهاردة بقت ازاي فارجو حركة يعني لو عملنا مقارنة سريعة ما بين سرعة الانترنت مثلا في 2014-15 والنهاردة في 2022 سرعة الانترنت وصلت لفين طيب يعني خلينا نقول انه بالتأكيد انه سرعة الانترنت في تزايد يمكن حتى مع بعض يعني الأصوات اللي بتقول انه فيه سوق في الخدمة او انه يعني الخدمة ما هيش على المستوى المطلوب إنما بالتأكيد انه ده كمان مرتبط بحجم استهلاكهم من شبكة الانترنت بشكل اساسي إنما بالتأكيد انه فيه ازدياد الحقيقة فيه سرعة للانترنت يعني بشكل مستمر وفيه كمان زيادة فيه استهلاكنا احنا حتى كافراد للانترنت بساعتها المختلفة نتيجة ازديادنا في الاعتمادية عليها يعني حضرتك النهاردة بالتأكيد انه لو جيه اي مواطن الحقيقة يبص على استهلاكه حتى في المنزل او حتى على الموبايل من اربع خمس سنين وحجم التطبيقات اللي كان بيستخدمها واعتمادياته عليها في حياته اليومية مع مقارنتها النهاردة باعتمادياته على التطبيقات المختلفة اللي هو بيستخدمها النهاردة بالتأكيد انه فيه طفرة كبيرة جدا يعني على الاقل فيه تلت اضعاف يعني حجم فيه الزيادة بالنسبة للأعوام السابقة فيمكن هي الفكرة كلها ان احنا طول ما احنا بنزود استخداماتنا واعتمادياتنا على الانترنت دايما هيبقى فيه يعني حالة الشغف الكبيرة لمحاولة زيادة سرعات الانترنت وساعات الانترنت اللي موجودة على أجهزك انا بشكر عليك شكرا جزيلا دولة محمد حجازي استشارة الشعاعات التحول الرقم شكرا جزيلا مصر تتربع على أرش القارة الافريقية في متوسط سرعات الانترنت الثابت لتحتل المركز الاول الافريقيا هذا ما كشفته التقارير صادرة من المؤشر العالمي لقياس سرعات الانترنت لبداية 2022 وفقا للتقرير جاءت مصر في المرتبة الاولى في افريقيا والسادسة وثمانين عالميا حيث بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية بالكامل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية المرحلة الاولى تم تنفيذها في 2019 بكافة انحاء الجمهورية باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثاني من 2020 بكلفة وصلت الى 5 مليارات و500 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي ولقد اثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الانترنت في مصر اكثر من 6 مرات عن يناير 2019 كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب اسرع انترنت في شمال افريقيا وسعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية تم البدء في تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها 31500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الالياف الضوية خلال 24 شهر وبتكلفة وصلت الى 6 مليارات جنيه وفي طار الرقمي وتطويري منظومة التعليم باستخدام التكنولوجيا تم توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الالياف الضوية في زمن قياسي ل2563 مدرسة للتعليم الثانوي في كل محافظات مصر من مصر محمد عبد العالم مؤخرا صدر تقرير عن مؤشر تنمية السياحة وصفر لعام 2021 صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ده معني بالسياحة وتصنيف الدول في السياحة والحياء رغم الازمات الكتير اللي حصلت رغم بقى الكورونا رغم الازمة الروسية الاوكرانية رغم خيات كتير يمكن شوية ما كانتشلسة الازمة الروسية الاوكرانية انها بشهر فبرا اللي فات بس ولكن حتى في ظل الكورونا ده تحديدا عن عام 2021 مصر قفزت مراكز متقدمة في مجال التصنيف السياحي المركز الاول على مستوى القارة الافريقية احتلته مصر الخامس على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقي التصنيف المصري قفز الى عالميا الى المركز 51 على مستوى العالم في مسألة السياحة والصفر لعام 2021 في تحسن ملحوظ الحقيقة في هذه التقييمات تقييم مصر ارتفع حوالي 6 درجات مقارنة بتقييم عام 2019 ده بجعلها من الدول الاليالة على مستوى العالم اللي مؤشرها في السياحة شهد تقدم يعني نوعي او ملحوظ منتكلم في حوالي يعني من 4 ل7 نقطة وده بيعتبر من الارقام الجيدة جدا في ظل الظروف اللي مر بها العالم في الفترة القادمة جزء من هذه السياحة هي سياحة الشعاب المرجانية بالمناسبة حتى وفقا لما تكلموا بقى قالوا ان فيها اسباب كتير من بينها مسألة المطارات سهولة التنقل الوصول الى المقاصد السياحية يعني الطرق الداخلية جودة المقاصد السياحية واماكن الاقامة كل ده الحقيقة عزز مسألة التقييم الخاص بالسياحة المصرية في هذا التصنيف الدولي من المتدلق الاقتصادي العالمي جزء من هذه السياحة هي سياحة الشعاب المرجانية بالمناسبة الارقام هنا الحقيقة جميلة جدا يعني لما نشوف ان مصر بتحتل المرتبة الاولى في العالم المرتبة الاولى في العالم من حيث البلدان الاعلى في قيم السياحة القائمة على الشعاب المرجانية مصر نمرة واحد في المجال ده رغم ان فيه دول تانية بتنافس في هذا الاطار ولكن يعني مصر بتتقدم عليهم بشكل كبير جدا كمان المدخلات او العوائد من هذه السياحة تحديدا سياحة الشعاب المرجانية الناس اللي بتجي من اخر الدنيا عشان تشوف شعابنا المرجانية بنتكلم بحوالي ستة مليار وشوي يعني ما يقرب من سبعة مليار دولار في السنة تقريبا دي فقط السياحة اللي هي جاي عشان الشعاب المرجانية فبالتالي ده بيحملنا جميعا كدولة وحتى كمواطنين قريبين من هذه الاماكن فيها شعاب المرجانية او بنرتادها بشكل او باخر او ما بين فترة اخرى ان احنا يكون عندنا وعي ازاي نحافظ على هذه الثروة اللي بتدخل ما يقرب من سبعة مليار دولار في السنة سياحة فقط عشان الشعاب المرجانية المصرية برحب دكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار في الغرداء يا دكتور محمود مساء الخير اهلا بحضرتك اهلا مساء الخير اهلا بحضرتك اهلا بوجود حضرتك معنا ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخليك الرأي حضرتك في هذا التقرير مصر الاولى عالميا في سياحة الشعاب المرجانية بحوالي سبعة مليار دولار سنويا الكلام ده كلام جيد جدا وكلام كويس جدا ودي مؤشرات طيبة لدور السياحة البحارية ودور منظومة الشعاب المرجانية في مصر في الاقتصاد القومي ودي بتظهر اهميتها كمصادر صروة متجددة موجودة في البحر الاحمر تحديدا لان البحر الاحمر بيمثل اه شمال المناطق الدافئة وشبه الدافئة في منظومة الشعاب ومصر فيها حوالي اه ميتين وخمسين نوع شعاب صلبة ومية وتمانين نوع شعاب رخوة بالاضافة للكائنات الحية المصاحبة للشعاب زي انواع القواقع والمحاريات والاسماك الزينة والاسماك الاقتصادية الاخرى عظيم جدا اكتر الاماكن اللي تعتبر كنز بالنسبة لمصر فيها الشعاب المرجانية كل السواحل المصرية على البحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة هي موائل للشعاب المرجانية احنا لو حبينا نعرف الشعاب المرجانية حنقول ان هي حيوانات لا فقارية قاعية تعيش فيه النطاق الضوئي من من صفر تقريبا من خط الساحل لغاية عمق 200 متر فيه الاماكن اللي هي بتبع درجة نقاء المية عالية جدا لانها بتقوم بعملية البناء الضوئي اللي وجود تقريبا من صاحبا تعيش فيه خلاياها وبالتالي كل الاماكن البحرية اللي في النطاق الدافئ فيه البحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة هي موائل للشعاب المرجانية طيب مزألة الحماية اللي بتوفر للشعاب المرجانية شايفها ازاي وصلا فيه اماكن كتير اعتبر محميات بتشوف ده في البحر الاحمر بنشوفه فيه جنوب سينة زي رأس محمد وغيره المشكلة مشكلة الشعاب المرجانية في مصر هي مواقع الغطس اكثر مواقع مهددة فيها الشعاب هي مواقع الغطس احنا عندنا في البحر الاحمر حوالي خمسة واربعين موقع غطس مفروض ان الحماية والبيئة بتنظم عمليات تواجد السياح في مواقع الغطس بمعدل مفروض انه هو لا يزيد عن ميت زائر يوميا لكن اللي بيحصل انه هو مراكب السفاري والغطس وطبعا مع الحاجة الشديدة للاقتصاد فبيزيد الحمل والعب والاجهاد على مواقع الغطس الموجودة ديا وبيبقى عدد المراكب اللي بتدخلها اكتر من طاقة احتمال المواقع دي انا بشكر حليك شكرا جزيلا دكتور محمود دار مدير معظم البحار في البحر الاحمر شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا اهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية اهداف طموحة لمصر في هذا المجال تشمل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض للانبعاثات في مختلف القطاعات بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار المرتبطة به تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي وتعد مصر الأكثر عرضة لتغير المناخ على العديد من قطاعاتها كالسواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية وذلك على الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 6 من 10 بالمئة من إجمالي انبعاثات العالم كمان نوع من أنواع السياحة في الفترة الأخيرة بتزدهر بشكل كبير هي السياحة العلاجية وحياة آية طفرة كبيرة جدا واصبحت مصر مقصد من المقاصد الدولية أو على الخريطة الدولية فيما يتعلق بالسياحة العلاجية هنتكلم على ده وهنتكلم على ما يحدث من حالة بتنتاب العالم من مسألة جدري الأرود المسيطر على السياحة في الفترة الأخيرة والنهاردة حتى كان فيه اجتماع مجلس الوزراء كان تم استعراض لهذا الموقف المتعلق بجدري الأرود سيد وزير الصحة يعني أكد أن مفيش أي تخوف أو لم يتم رصد أي حالات إيجابية بجدري الأرود في مصر وأن في حالة حالة ترقب وحالة ترصد في حال يعني ظهور أي حالة من هذه الحالات لقدر له وأن الأعداد حتى اللي حصل حتى اليوم في العالم يعني بتكلم في حوالي 250 حالة تقريبا يعني في خلال الفترة اللي فاتت وأن هذا الأمر لا يشكل يعني خطر لا يقارن أو لا يقارن إطلاقا يعني بفيروس كورونا على الإطلاق برحب بضفنا العزيز الأستاذ الدكتور هاني الناظر مدير المركز القومي البحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية دكتور هاني مساء الخير أهلا بحضرتك أهلا بك يا عمربي أهلا بساك أهلا بحضرتك سمح لي أسأل حرك الأولا على السياحة العلاجية لأن حضرتك مهتم جدا جدا بهذا النشاط فأرجوك قل لي إحنا وصلنا لفين في مسألة السياحة العلاجية في العالم هي طبعا مصر بتتميز الحقيقة بموقع وصنوف جغرافية بتوحيلها نية تكون يعني من أهم البلاد العالم في مسألة السياحة العلاجية لأنك انت عايق من دك كل مقاومات السياحة العلاجية وطبعا كان نجاح تجربة سافاجة في أول التسعينات هي اللي وضعت مصر على خارج السياحة العلاجية العالمية ومن ساعة ما أعلن مركز القومي ده نجاح من أسيا ومن أمريكا ومن دول العربية المكان بقى الحقيقة يعني بقى معروف عالميا وموجود في الكتب بره حتى كلمة من أفضل أماكن للاستشفاء البيئة أنا من سميع الاستشفاء البيئة لو استخدام ظروف البيئة في علاج مرض من أمراض ده بالإضافة طبعا يعني غير سافاجة عندك حدث جديد يعني سيوة معروف فيها استخدام الرمال للروماتويد في مناطق الوحات الوادي الجديد الوادي ناترون أسوان في سينا يعني بلاش في القاهرة نفسها اللي احنا فيها في العيون الكبرتية في حلوان فالعياء عندنا إمكانات كبيرة جدا ونأمل إن شاء الله إن الفترة اللي جاي وسيطة العجية تشهد مزيد من يعني الترويج اللي هي عالميا لأن طبعا بيني وبين حدثك الدخل بتاع السياحة العجية يفوق الدخل اللي جاي من السياحة العجية العجية أربع مرات أكيد فيه مدخلات تانية اللي بيجي السياحة العجية بيصرف حاجات تانية كتير يعني مش بس جدا مش بس إقامة حتى لو إقامة أنت عارف مريض السياحة العجية بيقعد شهر السياحة العالية أسر حاجة بيقعد أسبوع مزبوط وعادة المريض اللي جاي بتلاقيه مش جاة الواحدة يعني جاي من حد عشان يسليه أو كده طب بالتالي بالعائد بتاعها أكبر بكثير أكيد أكيد طيب دكتور هاني سبح لي أنتقل مع حضرتك إلى حديث الساعة دلوقتي وهو جدري الهود شايف إزاي الحالة اللي بتنتاب العالم يعني يعني طبعا يعني أنا مش لاقي أي مبرر خالص لحالة الحلع اللي ابتدت تنتاب الناس يعني ليه حضرتك يعني إنت لو راجعت معي كده يعني كلامي السنة اللي فاتت في الماء واحد وعشرين أنا كنت بتكلم على جدري الأوروبي الفيروس ده قديم ده مش جديد وهو من من السبعينات زي ما عرفنا يعني أول ظهور ما عندوش خضرة على التحور زي مثلا الفيروسات الأنفاند وكورونا ما ما بيتتحورش فهو نفس المرض الفيروس من الزمان وهو بي من عائلة الفيروسات اللي هي الجدري والشيكين بوكس والجدري المائي وفي حاجة اسمها جدري للأبقار يقولها إيه لا واحدة كلها ويبقى النشاط بتاعهم دايما في فترة ترابية يعني تلاقي الإصابات في الوقت ده من السنة دايما لما نبص الوضع الحالي ما قدرش أعتبر إنه وضع باقي لأن عدد الإصابات دي محدود وحتى لما حصل فيها تزايد يعني تزايد ضعيف جدا الأهم وكل ده عشان طب من الناس يعني نسبة الشفاء من المرض ده مرتفعة للغاية وحالات الوفاة نادرة للغاية والمرض ممكن يسبب وفاة دكتور يعني من الناس تعتقد أنه حاجة جلدية فذات سبب وفاة يعني لا طبعا جدري موت خمسين مليون من البشر جدري أولاني صحيح لا طبعا لا طبعا دور إنما النوع ده ما يعملش كده ده عمل زي جدري الماء يعني إنسان اللي بيصاب بجدري القروض بتقعد الحالة مثلا عشر تيام أو بالكتير تمنتاشر يوم وعلى فاكرة بيخف تلقائي من يعني راحة في البيت ومسكنات ومضدات هستامين وكامات مطايرة وبيخف يعني يعني ما فيش دوة كمان معين لازم يأخذه بيخف حالات الوفاة بتبقى نادرة ودي بتبقى نتيجة ناس عندها أمراض أخرى مناعية كلامين ده قد تؤثر عليك وبعدين برضه من بصدقية انتقال المرض للإنسان السليم بتيجي ازاي بتيجي دايما من الاحتكاك والتلامس المباشر يعني لازم يبقى فيه اتصال مع المريض المصاب على أرض أدواته الشخصية ملابسه يأكل معاه في مكان واحد يلتصق به يعني يعني أسف في كلمة يكون فيه اتصال غير سوي جنسي لأ وطبعا أعداد كبيرة من الحالات اللي رزيزت في أوروبا في أسبانيا بصابة الاحتفالية اللي كانت في مدريد مثليين معظمهم مزبوط أنه الفيروس بينتقل عن طريق الأخشي المخطئ وينتقل أيضا عن طريق الجهاز التحفز بس يليزي بقى عشان كده الناس بتقول إيه زي كورونا لا طبعا كورونا فيروس بينتقل عن طريق الهواء لمسافات طويلة إنما دا ما دا انتقلش عن طريق الهواء لمسافات طويلة وبالتالي لح خوف اللي يشكل وباء ما فيش خوف من الكرد عظيم جدا يعني حراج طبنتنا فشكرا جزيلا لحضرك سيد طرحاني الناظر متشكر جدا لوجود حضرتك معنا نروح برضو في اجتماع آخر اللي كان لمجلس الوزراء اللي كان بيتابع فيه مسألة الوثيقة الخاصة بسياسات ملكية الدولة واللي كانت يوم الحد قبل اللي فات اللي كانت فيه المؤتمر الصحفي العالمي اللي كان عقده سيد رئيس مجلس الوزراء فكان من ضمن الجزيات كان وثيقة سياسات ملكية الدولة وتم تحديد عدد من القطاعات اللي الدولة هتتخارج منها تماما بيتم تجهيز هذه القائمة مشروعات الدولة هتخرج منها بنسبة تامة بلزف مية في المية فيه مشروعات أخرى وأنشطة أخرى هتكون شراكة مع القطاع الخاص أو فيه نسب من التواجد بجانب القطاع الخاص وفيه أمور تلتة هي دي اللي الدولة بتتحملها زي مشروعات البنية الأساسية على سبيل المثال والصحة والتعليم وخلافه دي كلها استثمارات لازم هي الدولة هي اللي بتقوم بها بشكل أساسي يعني ما يتعلق به الحقوق الأساسية للمواطنة ولكن قد يكون فيه استثمارات أخرى مثلا فيه اقتال خاص ولكن في بعض المشروعات هي الدولة هي اللي بتتحمل عبقها أو عب استثماراتها فالوصيقة الكل بيترقبها خصوصا أخذت فترة من الأعداد والمناقشات مش بس مجلس الوزراء اللي تفرد يعني لوحده بإعدادها ولكن كان مجموعة من الخبراء في كل التخصصات قعدوا واشتغلوا لفترة عشان إن شاء الله تصدر هذه الوصيقة وتطرح للرأي العام والنقاش المجتمعي مدة مش هتقل عن طلب شهور هيكون فيه ورشة عمل كبيرة هيحضرها المسؤولين هيحضرها رجال الاقتصاد رجال الصناعة المستثمرين عشان يكون فيه نقاش جد لشكل هذه الوصيقة وشكل تواجد القطاع الحكومي في الاستثمارات المحلية وعشان يكون فيه ضمانات للقطاع الخاص اللي حابب إنه هو هيزود استثماراته في هذه القطاعات أو الأخرى إنه مش هيجد أي معوقات إنه هيجد بيئة من التنافس اللي تسمح له إنه هو يقدر يشتغل يقدر إنه يكسب عكس مثلا ما إنه يكون حاس شواء إن الدولة بما ينقل بتستثمر فالدولة تقدر إنه يكون عندها مزايا مش عنده هو كمستثمر فرض ولكن هذه الوصيقة عشان تسوي كل هذه الأمور مرحب بي ساتناب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ساتناب طارق مساء الخير أهلا بحضرتك سلام نور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك سمحلي كمان برحب بسيد أسامة مراد خبير الاقتصاد الدولي سيد أسامة مساء الخير فان مساء النور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك سيادة أبطري شكري وثيقة سياسات ملكية الدولة حضرتك شايفها إزاي خصوصا إن كان فيه يعني مشاركة واسعة من أطياف كتير فيه التحضير لها حضرتك كوكيل أجل الإسكان بمجلس النواب أكيد كنت بتتابع ده عن أرب بالفعل الوثيقة يعني أمر أهم جدا وكما سعدتك شرحت في المقدمة هي كانت بتبسل سؤال واستفسار لدى المستثمرين المحليين أو العرب والأجانب لأنه كان من المعلوم إن إحنا في فترة استثنائية الدولة كانت حريصة فيها على التدفيع بإيجاد فرص عمل حقيقية وضخمة لفترة معينة وبكانش قدرة القطاع الخاص هتكون قادرة على أسعاب هذا الكم الضخم والكبير في وقت دي وبالتالي كان وجود الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية أمر هام وأرى وجوبي يعني أرى إن المشريع القومية الضخمة والأمضاء خلت عمل في المرحلة الأخيرة اللي قدرت نزل معدلات البطالة في هذا الشكل الحد ولتوجد فرص العمل بهذا الشكل الواضح كان أمرا ضروريا ولكنه أيضا أمرا استثنائيا وليس من الطبيعي أن تستمر الدولة في وجودها كلاعب رئيسي في الاستثمارات في قطاعات مختلفة ولكن أيضا كما ذكرت الوثيقة إن في بعض الأنشطة والمحاور هي من الضرورة بمكان أن تكون الدولة فيها بشكل مستمر زي ما يخص اخطاع الإسكان المشروعات القومية اللي هي خاصة بالبنية الأساسية اللي هي خاصة بالتروة الكباري اللي هي خاصة بالإسكان الاجتماعي لأن الإسكان الاجتماعي كما تعلم بيحتاج إلى دعم لأنهم بيدولوا الوحدة وقيمة الأرض صفر وبيعتبروا قيمة المرافق تقصت على عشرين وخمسة وعشرين سنة بفايدة مخفضة فلن يكون هناك قدر القطاع خاص أن يقدم هذا ما تحدش يدري عن الكلام ده للحكومة لمواطنيها وبالتالي هي للمحافظة على استمرارية هذا الميزة النسبية الكبيرة اللي اتحققت في آخر سبع ثمان سنين استمرارية تواجدها أكيد هيكون مرورة باستمرارية لأدور الدولة أكيد طيب شايف ازاي اقدام الحكومة المصرية على هذه الخطوة وبالتالي مرضودها على القطاع الخاص المصري والأجنبي هي خطوة أولا تحية طبعا السابق النائب ويعني رائد من دواب التخصير المحطري الخطوة دي مهمة جدا لكن أعتقد أن نحن كنا نحتاجين أودح شوية التخور الأكبر والسبب الوحيد في أن معدلات الاستثمار الأجنبي منخفضة وفي بعض السنوات أسرة والسالم هو دور الدولة المتعظم في المقتصاد ولذا كان من المتوقع أو المنتظر أن الدولة تكف يدها تماما ما تعملش استثنائيات لأن المستثمر حتى القطاعات اللي هي ممكن المستثمر يعني ما يكونش القطاعات ربحية يعني أنها بطارة شكري يقول مثلا الإسكان الاجتماعي هيكسب إيه المطور العقار لما يدخل فيها فدر الطرق الكباري مع عظيم تقديري واحترامي للمهندس طارق الدولة تقدر تعمل إسكان الاجتماعي تنوما نظون هي تبدي مطور تبدي لا يكسب لها دور في البناء والإشراف على البناء وتحديد وتدخل فيها زي ما كل جول العالم بتعمل إحنا مش محتاجين نختراه وما فيش قطاع استراتيجي وما فيش حاجة أكبر من القطاع الخاص يعني مع تقديري واحترامي قالوا ماسك اشترى تويتر بأد لإحجاطي البنك المركزي لمصر فقصة الحجاج اللي احنا بنقولها علشان نفتح داد الاستثناءات وكلمة استراتيجية دي بيقش منها مشروعات كتيرة كلمة غير مقبولة ايه مقبولة احنا تناصلين أعلى وصحة لكن مش هيجينا مستثمر ولا حتى مصري طول ما الدولة بتلعب دور المنافس طب ما هالدولة هتتخرج فعندما فيه قطاعات كاملة الدولة مش هيكون لها استثمر بجني فيها لو الكلام ده كان حصل من خمس ست سنوات كان يبقى مقبولة لكن الدولة تورلت لمعدلات غير مصبوقة في ملكية المشروعات المتصرية اللي اصبحت طاردة للمستثمر طيب حضرتك برضو مش شايف ان فيه وقت من الاوقات كان فيه عزوف هجل الحركة باش مانستاري طيب طب اتفضل فان فضل لا هو بس انا 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 اعقب على جزئية محددة هو اللي قالها سيادة المشار وهي انه الدولة عليها ان تقدم دعم لمشتري الوحدات وهو امر مقبول وعليها ان تعطي الارض بالمجان للمطور اذا المطور في هذه الحالة تحور الى مقاول المطور ليس مقاول هناك فرق كبير وشاسع بين تعريف المطور وتعريف المقاول اذا لابد ان الدولة وهي لديها مقاولين قطاع خاص تشغل المقاول القطاع الخاص وبالتالي هو اللاعب الرئيسي في البناء وتقوم بالتمويل على عدد كبير من السنوات مدعومة وتعطي الارض بالمجان حتى تمارس الدولة دولها التنموي والدعمي للمواطن لان مع احترامي المطور اذا تحول الى مقاول هذا امر مش في اختصاطه ومش في شأنه المطور يقوم بمشروعات ذاتها مستوى معين بفكر معين باسعار حرة الاسعار دي لن تكون اسعار حرة ستكون اسعار ثابتة والفارق بين الانتها وفارق دعم وبالتالي هذه المعادلة بشكل كل مش قدرة القطاع الخاص وما يجيب شكون اللاعب الرئيسي هل حرج بتتطفق في وجه نظر مع الاساسة مراد في ان الدولة تأخرت مثلا بعض السنوات في طرح هذه الوثيقة او انها كان لازم تثم من بدر شوية لا انا الحقيقة بتطفق في ضرورة وجودها وبتطفق في ان التخارج وترح القطاع الخاص للنسب تصل لسفير 65% امر محمود وهام وبشوف ان انا بنظر لها من نظرة وطنية ان اذا كان بالفعل وخلينا ديلك مثال بصفة يعني ودير ملف كبير في التطوير الاقاري هو العاصمة الادرية والعالمين اول ما ابتدى الترح فيها ما كانش فيه اقبال من قطاع الخاص والقطاع الخاص عرد عليه واشتركات عرد عليها كثير من المشروعات هناك وكان في نوع انواع العزوف لسبب واحد منطقي برضو هو ان دايما فيه احتياج للمشروع الرائد المشروع التنموي الاجبر اللي يخلي الناس تروح وراه فبالتالي الدولة ان هي تعمل هذا الاستثمار الضخم وهذا المجاسفة او تكون بالمشروع الرائد ومن ثم يبقى فيه محركات قطاع خاص لسنوات طويلة ومتدة بعد كده ده امر طبيعي ومحمود طب سيد السيامة رد حضرتك برضو احترم جدا الرأي الاخر لكن المستثمر والمطور العقاري اما بياخد الارض بالمكان ويمكن اكبر مستثمر العقاري هو وال ديزني اللي خاد الارض بدولار وانشأ شبه محافظة كاملة عليها والعاصمة الادارية كان فيه اقبال من مستثمرين مرة اماراتي ومرة سيني واختلافنا على الاسعار يعني خلينا برضو نتذكر ان الاختلاف كان على الاسعار ومش على عدم الاقبال وانا مش عاوز اخوض في جازة العاصمة الادارية لانه اللغاية دلوقتي لم يثبت نجاحها او عدم نجاحها هو الموضوع لسه في طور البناء وبالعكس في تقييم عظيم حتى الان بيتم ما تم بناءه في العاصمة الادارية هي الفكرة كلها اما بنعمل مدن بديدة وعاصمة بديدة واسكان اجتماع جديد زي ما قال وانستار كدور للدولة بعمله عشان حل مشكلة والسؤال كنا فين من سبع سنين وبقينا فين بالقطح في دور كبير قام بديد دولة في مجال اسكان الاجتماع دايما في الاقتصاد والاستمار بنئيس بقى بكام يعني مديونية او عوائد هل ده تحمل قدية الارقام دي غير متاحة للعامة ولكن احنا ما بنقولش تجربة لا نستطيع تقييم التجربة الان لكن خلينا نرجع للموضوع الاساسي وهو وصيخة ملكية الدولة مشكورة الدولة قامت بهذا دلوقتي ولذلك مش عارزين نتكلم عن الماضي احنا عارزين نبص الاتام هو خطوة جميلة رائعة اتمنى ان يضاف لها تخارب الدولة من اغلب القطاعات وعدم فتح استثناء خلينا برضو ونحن نبص قدام مسألة الاعلان عن منح الرخصة الزهبية للمستثمرين في قطاعات زي الهيدروجين الاخضر السيرات الكهربائية البنية التحتية مشروعات الطاقة المتجددة وتحليط مياه البحر شايف ده ازاي ونشرح لازاي لأساد المشاهدين ما سألت الرخصة الزهبية مسألة تمام الرخصة الزهبية هو فكرة بعد ما ما نفعش نشتغل بالشباك الواحد وقاس عدم فعليته قلنا نعمل رخصة زهبية المستثمر ياخد رخصة واحدة من جهة موحدة يبقى كده مش محتاج يرخص في اي حتة تانية ده مذكور بصراحة في فانون الاستثمار سنة 2017 وهنا برضو السؤال المطروح كان مستثمر للغاية دلوقتي خادر رخصة من 2017 لحد الآن اللي عمله معالي رئيس الوزراء انه حدد القطاعات وده السلطة الممنوحة له بمجب الفانون قطاعات تتغير تبقى لأهميتها واستراتيجيتها الدولة مهتمة جدا الكهربائية وكل مجالات المتعلقة بالبيئة وعاوزة تكذب المستثمر لكن يجب ان احنا ندي نموذة نجيب نستثمر كده نقول له تعال اخذ للرخصة هي والمستثمر ده يطلع يقول على فكرة انا ما جليش حد من الحي وما جليش حد من الدفاع المدني والاسكان والتأمينات وضرايب العمل ما جاتليش وكسب كل ده لازم المستثمر هو اللي يقول بعد ما ياخد داخل تجربة العملية لانه كتير اوي احنا جربنا فكرة الشباك الواحد واعتقد انها لم تنجح وزي مقلت رفصة الزعبية الجات في القانون في 2017 ولذلك يمكن هستعين هنا بأحد اساتزة الادارة اللي هو ستيفن كوفي اللي هو عمل واحد من اعظم الكتب عمل كتاب واحد اسم العادة التامنة هي التنفيذ احنا نريد ان نرى والمستثمر ينتظر من الدولة التنفيذ على ما تخول عزيب طيب مهندس طاري شكري تعاليح حضرا كيفان لا تعاليق الحقيقة هو انه مصر بتصير بخطة حقيقية جيدة وقراءة ارض الواقع ولاس الكلمات لان الحقيقة اللي تحقق على الارض خلينا اقول مثال واحد احنا في دوينج بيزنس في اداء الاعمال كان ترتبنا في مجال الطرق والكباري رقم 119 على مستوى العالم او 118 عفوا احنا النهاردة بقنا 28 بقفزة مقدارها 90 دولة في سنتين فانا هنا لا اتحدث عن وطنيتي وانا مصري وادفع عن بلدي لا انا بتحدث عن تقرير دولي حيادي في اتحدث بوضوح عن ان مصر هي الدولة الوحيدة اللي قفزت 90 درجة في اطار مشروعات الطرق والكباري وتحسن جودة الطرق في بدون عام او عامين فبالتالي ما اقدرش اقول على هذه الانجازات الحقيقية الملموسة اللي اصبحت ماضي لان هي خلصت الا ان احنا على الطريق الصحيح في فعلا بيروقراطية بتعوخ اداء الاعمال الدولة معترفة بيها واحنا معترفين بيها ولابد من التصدريها جزء من الرقمنة والحلول الالكترونية اللي هتبقى موجودة مستقبلا وقريبا وبالاخص في العاصمة الادارية المشروع المهم اللي هيحول معظم التعاملات بين المواطنين ومستسابين والدولة الى رقمنة سيكون هناك قفزة اخرى في هذا الاطار تحسينيا من هنا لغاية لما نوصل لخطوة النجاح دي كان هناك خطوة استرشادية وهي الرخصة الزهبية او الرخصة المجمعة او بعض الانشطة اللي هي بتتاخد كنموزج وبروتوطايب عشان مطلوب فيها استثمارات سريعة وحي على اولوية الدولة الرخصة الزهبية موضوع مكتوب في القانون من 2017 لكنه لم يفعل اعلان دورة رئيسة الوزراء على تفعيل وتحديد الانشطة اعتقد هنشوف تجربة جديدة الهيئة العامة الاستثمار بتقدي دور كويس في الاطار ده هشوف ان احنا هنختو خطوة هتقيم عالميا قبل ما تقيم محلية انا بشكرها شكرا جزيلا من ستنام وانسترق الشكري وكيل لجنة الاسكان مجلس النواب وشكرا الموصول للاستاذ اسامة مراد استشاري التمويل والاستثمار شكرا جزيلا لكم الرخصة الذهبية للمشروعات هي ببساطة رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الانتاجي والاستثماري لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية قانون الاستثمار اهتم بمسألة تبسيط الاجراءات على المستثمرين في اقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة وجاءت الامور المتعلقة بتبسيطها في تسع وعشرين مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية ومن اهمها العمل على انشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين وقررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى خمس وستين بالمئة من اجمالي الاستثمارات المنفذة بعد ان كانت تبلغ ثلاثين بالمئة هذا العام وسنتحول الى نظام حق الانتفاع للاراضي الصناعية والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة الى التملك من مصر محمد عبد العالي وصلت من دقايق ليلة بعصة النادي الاهلي الى المملكة المغربية الشقيقة عشان مباراة نهائي دور ابطال افريقي امام نادي الوداد البيضاوي المغربي هتكون ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي يوم تلاتين مايو سفروا على طيارة خاصة طارت مصر للطيران قدمت كل التسهيلات للبعثة عشان تكون الرحلة سهلة ومريحة بالنسبة لبعث النادي الاهلي ولعبي النادي الاهلي دي كانت لقطات يمكن لهم في مطار القاهرة قبل المغادرة عصر اليوم وكان في يعني تمرين خفيف في ملعب اللي تيتش مختارة تيتش في النادي الاهلي قبل صفرهم لملاقات نادي الوداد وان شاء الله النادي الاهلي بالتالي من بكرة هيكون لبرنامجه التدريب استعدادا للمباراة برحب الكابتن او ناقد الرياضي يا سيد احمد عبد الباصد الصديق العزيز يا سيد احمد مساء الخير اهلا بحضرتك وكابتن برضه وكابتن احمد عباسد لما بنلعب مع بعض اه ايو مظلوط الله يخلى حضرتك الله يخليك ارجوك اقولنا ايه الاخبار اللي جاية من المغرب يعني بعد الوصول حتى الان والله خلنا اقولك انه في فرض سرية تم على معسكر الاهلي 28 لعيب الراجل اخبهم بتسمو سماني هو قرر ان هو ياخد تدريب النهاردة قبل السفر هم وصلوا من شوية زي ما حضرتك ذكرت ولكن السكنة عسكرية لانه الاهلي عارف خطورة المباراة عارف اهميتها عارف صعوبتها فكمان هو مسافر بدري ان هو يروح يركز هناك للمباراة ويلعب على اه انه العامل النفسي للعيبة يقدر ان هو يشحنهم معنويا جيدا لهذه المباراة كمان بالنسبة للنادي الاهلي احنا عارفين ان هو متعاود على هذه المباراة وهذه النقاءات ولكن الاهم من ده حيثة الجمهور اللي الناس بتتكلم فيها النهاردة انا بقول له حريك حصلت بعض التسكيبات اللي خرجت من الفحاد الاسريكي انه تخطيت عشر تلاف تذكرة لنادي الاهلي وعشر تلاف تذكرة لنادي الهداد وخمس تلاف تذكرة للرعاة بجانب عشر تلاف بقى تتكلم الجمهور الآن يعني مفتحينها وده ما 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 حريك قلت عشر تلاف للاهلي عشر تلاف للوداد خمس تلاف للرعاة دي خمسة وعشرين وفيه العشرين والف التانية الجمهور العام يعني هم عاملينها تحت المسمى ده ما جمهور العام هناك في المغرب ما هيبقى شقاءنا المغربة جمهور الوداد يعني الرعاة بالجمهور العام بالوداد فكله رايح هناك يعني بالزبط واحنا برضو عشان نكون منصفين هو فنطهلنا كده ليه يعني هو مفنطينها بحيس ان احنا كده يعني شغالين بمبدأ الحياة ولكن الجمهور العام في المغرب إزاي إذا كان احنا مش عارفين مش هنعرف نصفر العاشرة ولا ناخد تأشيرات طب تتوقع 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 يعني الامور الكلام الكتير على التارات اللي طالعة والتقسيط والتذكرة والسعر تقريبا ممكن يكون جمهور الاهلي هناك قد ايه اتوقع وجهة نصر وده يبقى انجاز لو تعامل انه يبقى تلات تلاف مشجع ده يبقى انجاز بالكتير تلات تلاف مش كتير بالكتير يعني اه بس هون موضوع صعب برضو احنا الاهلي الزنق الزنق في حتة الوقت في حتة انه مباراة في المغرب في حتة التأشيرات كم طيارة هتنقل العدد ده يوم صد رد فالاهلي على قد ما يقدر هو والناس اللي مشغلين داخل النادي يحاول يقدروا يعملوا كل التسلات بالنسبة للجمهور علشان يدعم الفريق يعني واحنا بده تمنى ان المباراة تبقى داخل الملعب تخرج بالشكل اللي احنا بنتمنى جميز يقدر يسيطر على المباراة جميز لو في حاله اه فيكتور جميز رجل عظيم يعني بالضبط هو لو موفقه في حالته اللعبة الاهلي في حالتها كمان اعتقد ان المباراة هتبقى قارب من النادي الاهلي بالنسبة كبيرا ان شاء الله شايف الامور ازاي فنيا بالنسبة للاهلي وتركيز النادي الاهلي يعني خصوصا بعد المباراة الاخيرة كده واستعادة الروح مرة تانية بالنسبة لنادي الاهلي الفوز ده كان مهم ان هو يرجع في الوقت ده وفي هدفين بعد ديئات ستعين كان فوز مهم بالنادي الاهلي قدام انبي مع نويا ونفسيا خصوصا ان هو جاي بعد ثلاثة عدلات واختارة في الدول ولكن الاهم من ده كله انه اللعبة رايحة فايقة بجانب ان هما عندهم بعض يعني انا شايف انه غياب محمد عبد المنعم برضو مؤثر شوية اتمنان على حالة عمرو الصلاية برضو لسه لسه عمرو الصلاية لسه حالته مش مؤكد يعني ان هو يشارك او لا مش مؤكد بنسبة كبيرة فدول الاتنين اللي هما ممكن برضو بيدوا تقل للنادي الاهلي داخل الملعب ولكن باقي اللعبة كلها جاهزة لهذه المباراة فنيا بالنسبة للوداد برضو عنده بعض الإصابات ولكن كأهلي وكوداد الاهلي دايما بيدخل اي مباراة باسمه فهو كسبان فيها نسبة معينة من هذه المباراة واعتقد ان النادي الاهلي مستمين هيلعب على ده وهو شطر جدا في لعبة المباراة الاحقائية او المباراة الاقتصائية خصوصا بحنكة الشديد نتمنى ان شاء الله التوفيق النادي الاهلي يكون في يوم ويوم الاتنين الجاي في النهائي بشكرك شكرا جزيلا نقيدنا الرياضي العزيز الاستاذ احمد عبد الباصد شكرا جزيلا لحضرتك نروح مع حضراتكم لموضوع بقى طبي وموضوع طبي بيخص الأطفال في مرض من الأمراض اللي كنا دايما بنسمع ان هي عن او بتصيب الكبار مرض النقرص او مرض الملوك زي ما كانوا كده بيسموه كنا عارفين السنين طويلة ان هو ده بيصيب كبار السن النتيجة دي عدد غزائية معينة ما يتعلق بتناول اللحوم او البروتين بشكل كبير جدا ولكن الجديد بقى ان بدأ تظهر بشكل او بآخر بواتيرة متصعدة اصابة اطفال بمرض النقرص وده اصبح الحقيقة هنا بيفرض تساؤل ايه السبب في هذه الزيادة هل الانماط الغزائية اللي بدأ الاطفال نتيجة لعدم وعي الاهالي ان هما بدأوا يتبعوها هل ده اللي ادى الى زيادة نسب النقرص عند الاطفال والم حادة في المفاصل وتورم وحمرار في المفاصل تقلص عضلات كل دي المضاعفات الحقيقة اللي بتحصل من النقرص فهنعرف او هنسأل هذه الاسئلة لضفنا الكريم دكتور محمد جميل مدرس واستشاري طب الاطفال بجامعة السويس او قناة سويس دكتور محمد مساء الخير يا فنم اهلا بحضرتك بحيات الحضرتك هل في تكسير لزيادة نسب اصابات الاطفال بالنقرص بسم الله الرحمن الرحيم هو اول حاجة نتكلم عنها في قطف النقرص حاجة تطمر الناس شوية هي في حالات ولكن الحمد لله هي مش بطورة متفعة والنقرص في الاطفال يعتبر يعني الموضوع وراثي او جيني وليس نتيجة الاكل قوي زي وبيكون عندهم قابلية نتيجة مشكلة في تمتيل غذائي لحمد اليوريك وده او الانزيم اللي بيخلص الجسم بحمد اليوريك وده بيكون المشكلة الاخصية اللي بتخلي نقرص يزيد وليس الاكل الاكل عشان يبدأ يظهر في الموضوع كنقرص لما يكبر بقى لما يكبر شوية لكن ما تصلع في الاطفال هذا القص عنده هذه القابلية الوراثية الجينية وبيكون ساعات جزء من امراض من امراض فيه فيه امراض اسمه ليش نيها مثلا ده هو اسم الرجل اللي خارع يعني اسمه غريش شوية بسهو كلها فتا معها التفاع شديد وعالمات المقرص في هذا الوقت يعني اذا البالغ اللي هو بيعاني من النقرص بالتالي يتحسب لان قد يكون ابنه قد يصاب بالنقرص في مرحلة الطفولة ما بيبقاش النقرص برضو الوحدة عشان برضو نوضح الموضوع بيكون صورة كير قوي احنا لازم نعرف ان الموضوع لو حابلية وراثية بيبقى الموضوع معها اعراض اخرى ما بيكونش نقرص بس بيبقى معها اعراض اخرى اعراض المفاصل اعراض تمثيل غزائي تمثيل غزائي ده يعني شعبة من امراض الكاملة زي امراض الدم وامراض القلب وامراض المرئة في حاجة اسمها امراض تمثيل غزائي ده بيكون احد انتمثيل الجسم تي مشكلة ودي نئات الامراض المرض الاستفائي اللي بيسبب الاستفائع عند اليوريك بيكون احد هذي الامراض نتيجة نقص هذا الانزيم فبيكون الطفل من بدري بيظهر عليه الاعراض الاخرى ممكن تبقى عراض في الجسم في مختلف الاعضاء في الجسم ومشكلة في الكبد ومشكلة في الكلى على حسب المشكلة ايه وطبعا برضو لازم نقول اللي فيها امراض معينة في دين دي اللي فيها حمد دوريك اسد زي السكر اللي تقعد بيطلع بدري في الاصفال الايام دي النوع الاول الاسد بدأ يظهر بصورة مرتفعة عندي قبل وده بيخلي دايما في مضاعفات احدها دوريك اسد دي كوبار بالضبط مزبوط طب نسب للشفاء يا دكتور محمد بقى في النقرس اللي بيصيب الاطفال بتبقى قد ايه للأسف هو زي ما هو الميزة ان هو بيظهر بصورة ندرة او مش عالية قوي ولكن علاجه بيبقى مش سهل مش سهل هو وليه ادوية وليه كل حاجة ولكن دايما المرض لما بيكون نديد الاكل بيبقى السيطرة عليها ولكن لما بيكون نشكلة انزيم معين بيبقى الموضوع عصعب وبيكون طفل ده محتاج يمشي على نظام غذائي وادوية لفترة اه بس بيبقى من بدري اوي لما بيصيبه هو طفل يمشي على نظام غذائي طول حياته بالضبط لان الموضوع عبدالله حرك بيبقى جيني ونسي انزيم مش نسيجة تساعدات غذائية فقط يعني بالوحيد بالأطفال السؤال طب العلاجات الجينية ما تقدمتش شوية في المجال ده العلاجات الجينية بدأت تتقدم يعني في احد المؤسسات اللي الحمد لله يعني نفعت فيها هي بتساعد لأبراد الندرة احنا بأبراد الندرة غالية جدا المشكلة في امراض منها تبقى مش غالية لكن للأسف الأمراض اللي فيها تمثيل غذائي في احد الانديناس في حاجة اسمها بصورة دورية شهرية وده للأسف بيكون بأسعار عالية وفي ناس بقدر بكافل بيه والدولة بكافل ببعضها وبعضها لأسف أعلى بالمحضورة يعني نو لما المائة طبعا موضوع مش سهل وبدأت الناس يعني بره بتتكلم عليه كتير نسب نقرس للأطفال يعني أنا باشي حالك شكرا جزيلا دكتور محمد جميل استشاري طب الأطفال بجميع قناة سويس شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا مؤخرا طبعا الجميع بيتابع أسعار الدهب وخصوصا السيدات وإحنا كمان دخلين بقى أو دخلنا بقى في فصل الصيف والمواسم والأعياد وبالتالي الأفراح والشابكة وشيرة الشابكة وأسعار الدهب والكل بيتابع طبعا أسعار الدهب ده أخرها يعني وفقا لشعب الدهب والمجوهرات هايار عيار جديد اللي هو عيار 14 ويبقى يعني ده أقل عيار موجود في السوق والهدف إنه هو بيخاطب شريحة معينة نتيجة للزيادات اللي حصلة في أسعار الدهب بيخاطب الشباب المقبل على الزواج أو يعني اللي معاه مبلغ مالي قليل ومحتاج إنه هو يشري شابكة فقد يكون طرح عيار 14 ده أحد البدائل زي ما هو أمام حضراتكم كده في البيان اللي صادر من الصفحة الرسمية لشعبة الدهب والمجاوهرات برحب بالمهندس هاني ميلاد رئيس شعب العام للدهب والمجهولات الدهبية بالاتحاد العام وغرف التجارية مهندس هاني مساء الخير يا فن هاي النور أهلا بي أهلا بحضرتك العيار 14 هل القرار قريب ولا لسه محتاجين تدرسوه شوي لا الحقيقة احنا عمدينه تحت الدراسة وتحت استطلاع الرأي أيضا استطلاع الرأي اه بدل لما نبتدي ننتج التجار ولا تقابل الاستحسان بالنسبة للمشاهدين او المستهلكين احنا حددنا نطرح الفكرة ونطرح الاستطلاع ده هل السوء القصري هيستوى بعيار أقل بسعر أرخص ويكون مناسب ليه في بعض المميزات وبعض العيوب طيب المميزات ايه مثلا المميزات انه هيبقى السعر بتاعه منقفض يعني زي محضرتك عريض العيار 18 ب900 وشوية عيار 14 سعره حوالي 100 جنيه طيب السلبيات اللي انتو متخوفين منها هو التخوف عدم القبول المستهلك ذات نفسه لانتو لن يستوع قبل فكرة وجود عيار أقل الا ان العيار ده موجود في أوروبا وفي أمريكا وهم عندهم العيارات الاقل دي الاكثر شيوعان بعكس الشعوب وإحنا في السرق ولكن أكيد يعني هتنت الكميات قد يعني تناسب فيها معاناة من الناس اللي عايز يشتري دهب عايز يقضي المصلحة يعني إنجاز التعبير حتى في الظرف اللي احنا فيه ده عالميا في مسألة أسعار الدهب ثم بعد كده الشراح التانية هي عن العيارات التانية من 18 وعلى 24 يعني ما هو بالتأكيد إذباً هوياً من المستهلكين اللي بيرغب فيه ويستحسن حتى مجلاته وأشكاله وأسعاره وبالتالي نقدر نحكم هم هاي هو المستهلكين هم اللي هيحكم حصلاً إذا كان هيمشي ولا لأ فبالتالي القرار على حسب ما هتقرس خلال الفترة اللي جاي أنا باش شكراً جزيلاً مهندس هاني ميلاد رئيس شعب عامل الدابة المشغولات الدهبية شكراً جزيلاً لحضرتك لتواصل الوزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط أضايا حجب السلع والبيع بأعلى من السعر الرسمي خلال 24 ساعة تم ضبط 413 قضية تموين المضبوطات كانت حوالي 60 طن مواد غزائية وغير غزائية برضو كان فيه أضايا في مسألة حجب السلع وخصوصاً السلع الاستراتيجية عملت حوالي 23 طن خلوا حراركم الأرقام ده في خلال يوم واحد 24 ساعة البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغزائية أو غير الغزائية تم ضبط حوالي 37 طن كمان فيه حملات على المخابز خلال الفترة اللي فاتت فيه 610 قضية في يوم في يوم واحد من بينهم 169 قضية خبز نقص وزن 140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كمان وزارة الداخلية كان عقدة ورشة ورشة عمل للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول تحت عنوان اتصادر التنظيمات وظواهر الارهابية الناشئة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبمشاركة 27 دولة وست منظمات دولية واقليمية ده انطلاقاً من الدور المصري المحوري في مجال مكافحة الارهاب على الساحتين الدولية والاقليمية انطلاقاً من الدور الريادي والمحوري لمصر في مكافحة الارهاب محلياً وبمحيطها الاقليمي وعلى المستوى الدولي نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ورشة عمل تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الارهابية الناشئة بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بمشاركة مسؤول وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية ب27 دولة وخبراء ست منظمات دولية وإقليمية وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بمشاركة بمشاركة وتبهيزة هذه المشاركات التي ينمتعها في الدخولية ومدارسة والمعارضة تحت أيضا يمكنك أن تؤديد من الأشدれない المؤمن باقرباء والمكتابات للإضافة هذه الأراضي والإصطة التحركية في الدخول لاحظني أن يوجد مؤمن المؤمنة في تطبيق ظول هذا المتحدث مصر دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب دورها مهم جدا تؤكد قدام العالم جميعا إن إحنا قادرين مستوى العربي والمستوى الإفريكي إن إحنا يتم تبادل المعلومات والتنصيف ما بيننا في أساليب إدارة هذه الجريمة ومكافحة هذه الجريمة ناقشت ورشة العمل المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الإقليمية والدولية والتهديدات الناجمة عنها والظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة فاضلا عن بحث أفضل السبل لمكافحتها وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث استراتيجيات مواجهة تلك الأنشطة والحد من انتقال عناصرها قدر التعديل والتنسيق والضياف من وزارة الداخلية المصرية وبدون شك هذا المؤتمر وشراكه مع إنتر بول يؤدي إلى زيارة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب المهمة للتعاون الدولي في مكافحة الإرهابية عبر المشاركون عن تقديرهم للدول المحوري لمصر في مكافحة الإرهاب وضحر فلوله وبالتضحيات التي قدمها المصريون في سبيل ذلك ما أدى إلى حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها مصر استطاعت مصر برجالها الأوفية محاربة هذا الفكر والوقوف ضده وصده وزيارتنا لمصر ونشوف كل هذا التطور وكل هذا العمران وكل هذا الدورة الاقتصادية الجيدة ما هو إلا دليل على الأمن والأمان في هذا الوطن التوصية الأولى تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة بين الدول الأعضاء وأوصت الورشة في ختام فعلياتها بتشجيع واستمرار التنصيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية كما أشادت الوفود المشاركة بالجهود التنظيمية وطالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعماً للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل ثانية بعد هذه ورشة العمل سيكون موضوعها الأساسي هو تواجد الإرهابيين وعصابات الجريم المنظمة بصفة عامة على شبكة الانترنت وآليات التصدي كذلك تشجيع كافة الدول الأعضاء على إحداث خلايا أو وحدات تقنى بتحليل المعطيات حسب قوائم السفر موسيقى وقد نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين في ورشة العمل لمرافق ومنشآت أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية وكذا دورها في تدريب الكوادر الأمنية للدول الصديقة والشقيقة من خلال مركز بحوث الشرطة موسيقى كما شاهدوا جانباً من تدريبات طلبة كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة والمتطورة داخل الأكاديمية وبرامج التدريب التخصصية لإعداد الكوادر الأمنية المحلية وأشهدوا بمرافق الأكاديمية التعليمية والتدريبية وتفاردها في مجال إعداد رجال الشرطة على المستوعين المحلي والدولي والذي ينعكس على الآداء الأمني المتميز لرجال الشرطة المصرية موسيقى موسيقى برحب حضراتكم مشاهدين الكرام مرة أخرى وبرحب الكاتب الصحف الأستاذ وليد طغان رئيس تحرير ومجلة صباح الخير يا أستاذ وليد مساء الفل مساء الفل يا أستاذ عمر الحمد لله النهاردة احنا نتكلم مع الأستاذ وليد على السوشال ميديا في أسبوع والحقيقة اتفقنا ان احنا نتكلم مع حضراتكم النهاردة على موضوع طنبوشة والحصاوي والبنك طنبوشة والحصاوي والبنك فهنجوه في السوشال ميديا ازاي اتعاملت مع الأمر ده وازاي كان فيه وعي وازاي كان فيه رأي ورأي اخر في هذا الإطار المستريح فكرة المستريح يعني اللفظ الالفاظ الاجتماعية لها دلالات طنبوشة مستريح طنبوشة ده اسم الشهر ومصطفى البنك ده اسم الشهر لكن المستريح ده الوصف او الدلالة الاجتماعية اللي بتدينا الصورة انها روح بدي فلوس داري المستريح فكرة المستريح اللي هو خلاص دخل مرحلة جنى فيها من المال بصرف النظر عن مصدر هذا المال بصرف النظر عن ما تضيفه هذه الكيان الاقتصادي من قيمة للمجتمع فاصبح مستريح في السبعينات عمرو لو تفتكر كان يقولك عدة فلان عدة شركات التوظيف فلان ده معدي والتعدية دي لها برضو دلالة اجتماعية ان هو اتنقل لمرحلة تانية بصرف النظر طبعا ده اصبح طموحا ده ناس منهم خدوا بلاستيك وكاتاكيت لا ده هو اللي عنده الفلوس اللي هو بيشغل الفلوس هو الشخص اللي عد وبعدين بعد شوية قالك ربنا كرمه كما لو ان الانتقال لمكانة اقتصادية معينة هي كرم ربنا لأحدهم بلا تفكير في ما الذي فعله فلان او ما القيمة المضافة اللي فعلها فلان او ما العمل اللي اداه فلان كي ينتقل على السلم الاقتصادي لاعلنيك لظاهرة المستريح المستريح نفس الفكرة ان رقم واحد هو الدلالة الاجتماعية اللي لفظ المستريح كما لو كان باقي الاخرين في شقاق او باقي الاخرين في تعب شديد وبالتالي من تحليل اللفظ كده انا بالضرورة عايز اجل حضرتك بوصفك مستريح واديك ما لديه من اموان مكانوش مستريحين يعني الناس دول مكانوش مستريحين الناس سوابق هو طبعا سوابق لكن ما ظهر للمجتمع ان هذا الشخص سواء تكتك وسوابق ومسجل خطر لكن هو كل ده حطوه على جنب وبدأ يدي الاموال لهدف واحد ان هذا الشخص سوف يدير له امواله اضعف وضعفية طب ازاي انا ارجوك حلللي السيكولوجي ازاي انسان انا عارف ان هو مسجل خطر وصوابق ام امنه على فلوسي ما هيا دي بقى المشكلة هو ده السؤال ما هو ده بقى المشكلة شخص مسجل خطر شخص تاريخه بصرف النظر عن وظيفته هو شخص تاريخه مليان بالصغرات او بالنقطة السوداء طب انا كيف اضمن هذا الشخص او كيف اأمن ان هذا الشخص هديله ما اامله بالعكس انا ببيع ارضي والمواشي او اديله المواشي في حالة المسترقية هنا بتيجي فكرة الرغبة في الصراء السريع يعني ايه الرغبة في الصراء السريع يعني الرغبة في تنمية اموالي بطفرة بصرف النظر اذا كانت هذه طريقة امنة من عدمه هتحلف مع الشيطان هتحلف مع الشيطان وده بيضرب في الحقيقة فكرة مفهوم او قيمة العمل كمان مش مسألة قيمة العمل بس يا عمر انا لما يبقى معي عشرة جنيه وعايز انامي هذه العشرة جنيه في المجتمع الحديث انا عندي واجب اجتماعي ان تنمية العشرة جنيه دي يجب ان يتواكب معاها قيمة مضافة للمجتمع يعني انا بنمي العشرة جنيه والمجتمع بيستفيد من تنمية العشرة جنيه هذه الفكرة في ظاهرة المستريع اختفت تماما وربما ده سبب مهم من اهم اسباب ان احنا نسأل الناس دي طيب اسمحني ان احنا نستارت بعض كده القصص اللي جات او كتبت على السوش الميديا مهمة محمد امين ده مثلا واحد مهمة عارفنا ان فيه مستريحين قاعة افراح ومستريحين فراخ وبط ووز ومستريحين حاجات ومستريح تكيفات ومستريح كل حاجات الوقت اصبح لفظ المستريح ده موجود في كل حاجات تعال نشوف حاسم تعال نشوف حاسم نحنا بس مدارين على الاسماء وعلى صورة الشخص يعني فبقول ايه انا اتنصب علي قبل كده من واحد تلميذي اسمه فلان فلاني وكانت النصبية تأسيس شركة شوف حضراتكم تأسيس شركة للتنقيب عن الدهب وعندي مستندات وانني اتحلى بالصبر حتى يعود هذا المستريح ويعطي الحقوق لاصحابها يعني برضو حسن حسن قالك تلميذي واضح انه هو معلم يعني والشيء التاني قد يكون اعتقد الى حد كبير الشيء التاني قالك الحقوق لاصحابها يعني هنا نشأ الحق من لا حق يعني تنقيب عن الذهب يعني انت النهاردة عندك انشأت حق بان انت تدور على الذهب او تدور على الاثار زي ما بيحصل يعني فاكر انت المكالمات اللي كان بتجيلنا بتكون هذا لا حق لها ايه في البلد هذا لا حق في الحقيقة يعني انت لو لقيت الاثار تحت بيتك انت هذه ليست ملكك فا انت انشأ حق في وقعة او في بوس حسن بلا حق وبالتالي السبب الاساسي لهذه الفكرة في الزهنية الاشخاص اللي بتقع في مثل هذه الفكرة النصداية دي هو رغبة في سراء سريع بلا تقديم ايمة ملموسة حقيقية وبيعتبر ان هو اتنصب عليه او اتغرر به ما بيعتبرش ان هو في الاساس هو جزء كبير من المشكلة تعالى بقى فيه في الرسائل ما عليش اقفل في الجزء دي رأيك ايه ومشاف مصلتك ولا مستدى المشاهدين اكيد وصل حضراتكم رسائل زي دي على الاسم اس او على الواتساب يقولك انا فلان فلاني من شركة تسويق معروفة جدا على الانترنت او مصلتك دي احنا اخترناك عشان تشتغل بمرتب اجر قر دي بدقة من ثلاثة ايام لا لا انا 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 وصلت من اكتر من اسبوعين على الاسم اس وعلى الواتساب بنفس الرسائلة فهل عنده هراك تفسير لده؟ انا اعتصور ان هو ده بقى سوء يا عمر ما هو اصبح سوء السوء ده عبارة عن عرض وطلب ومدما هناك من يستجيب بالضرورة ان هناك من يستمر في مسألة النص بس هي الفكرة شوف فظاهرة المستريح او ظاهرة الوقوع في براصن مثل هذه الرسائل بغرض تحقيق مكسب او تنمية موارد وهمية فيها تلات محاور المحور الاول هو ثقافة الربح السريعي المحور الثاني او اللي ادى الى رغبتي في سراء سريعيه هو ثقافة الاستهلاك المجتمع تنمو في ثقافة الاستهلاك يعني ايه ثقافة الاستهلاك يعني وصلت الى ان حد تطلعات مالية لا تتناسب مع الدخل الاساسي وسلع غير كمالية في حين ان هو نفس المجتمع الذي يشكو من غلاء اسعار في ازمة عالمية انا بقولك مستغرب ان سعر سلعة اساسية زاد في السوق العالمي وفي نفس الوقت انا بستهلك كماليات وبضحى في بنود كما لو كانت اساسيات الشيء الثالث عمره ومحور المهم هو محور التباهي او الفشخرة الاجتماعي بقينا لما تبدخل رغبة في السراء السريع نتيجة ثقافة استهلاكية الشيء الثاني بقى فيه ظاهرة بتشوفها على مواقع التواصل حتى وبين الاجالة الجديدة فكرة التباهي الاجتماعي التباهي الاجتماعي عمر يعني اسراف شديد على مواقع رمضان تيجي في مولد النبي اسراف شديد رغم الشكوى من غلاء الاسعار يعني السلعة الاساسية غلاء شديد في حلوة المولد في علبة حلوة المولد انا شفتها عمر بس دي بتخاطب شريحة معينة يعني ممكن يعني اهلين ممكن لدي مثلا ايه يجيب مثلا على البيتين ثلاثة شوف انا هقولك حاجة انا ليه وجهة نظر طول ما انت عندك ظاهرة مستمرة في مجتمع ما المعنى ان هناك من يدعم هذه الظاهرة يعني مهما كانت هتقولي انها فعلا شريحة معينة انا بقولك يا فعلا شريحة معينة لكن على امتداد الخط نزولا او صعودا هناك من يدعم الاعتماد على الكماليات كما لو كان اساسيا لما شركة جدت تقولك قصة تليفون مركة معينة الناس كانت بايتها طول الليل قدام الفرش انا صديق العزيز اخر احصالية بتقول احنا استوردنا تليفونات محمول باكتر من 6 مليار جنيه في فترة معينة المعنى ان هناك اتجاه اجتماعي لثقافة مختلفة هذه الصقافة بعيدة عن فكرة الانتاج بينتج عنها في النهاية ان انا ادي فلوس لمستريح ادي له تحويشة عمري او ابيع ارضي ودهاله او ابيع ما املك من يعني مواشي ودهاله بغرض تنمية مصدر او موردي المالية وده بيفرز ظاهرة زي ظاهرة المستريح في محمد امين مهمة فيه شام كمان والله فيه محمد امين كمان محمد امين ده لطيف قوي نشوف امين اه بيقولك الناس اللي نصبوا الراجل ده اللي هو المستريح نصب على الناس قاعدين يدوا دروس بطريق عامر اه محافظ البنك المركزي ازاي ينقذ اقتصاد مصرودي اه نكتة يعني سخرية في محلها ان كيف تدير عقلية بعض الفئات يعني بعض الفئات تتكلم او يعني يحصل عندها تناقض بين اللي بتقوله او بين بيتكلم من غير ما يتعلم بيتكلم من غير ما يفهم حاجة خالص يعني بيتكلم من غير ما يكون عنده اه قدرة على اه كلام حقيقي يدي معنا وفي نفس الوقت سلوكياته بتوقعه تحت اه براسن يعني اه مصطفى البنك اه اسماء ده بقى منكلم على مستريح تاني خالص ده مستريح دوا اه بتقول اه اسماء محمود بتقول مستريح ده منهور صاحب شركة ادوية قال لهم بتاجر في الدوا والدوا بيغلى وبنحرية الاسعار ادهم ارباح مرة واثنين وهب لها في 300 مليون جنيه 300 مليون جنيه ده من اربعين ضحايا بس يعني اكيد لسه فينا استاني وما خافيا كان اكتر وفص ملحه ده ومن شوية طلع فيديو من السويد بيعتزر للناس وهو باكل ايس كريم في السويد هلlerini واشتارين بعضة بـ 400 مليون جنيه بـ 400 مليون جنيه بيwiście bring ده بتاع الـ الـ 5 الء عنا 75 بقرة و 6 مليون جنيه اه לא� امر الاقتصاد غير رسمي او اقتصاد موازي هذا الاقتصاد الموازي بيوجه مازال يوجه لطرق او اتجاهات او مسالك مسالك الحقيقة يعني مستريح هنا او مستريح هنا ومستريح تكييفات ومستريح بقى ومستريح بيتكوين ومستريح البيتكوين ده جديد النهاردة برضو الاقتصاد غير رسمي ده ساهم فيه فكرة طيارات التطرف زمان يا عمر او فكر التطرف ان المال الرسمي للدولة حرام وان فوائد البنوك حرام ولا فوائد البنوك حرام وفي نفس الوقت في نفس اللحظة هذا الشخص بيروح للمستريح علشان يدي له جنيه جنيه ونص يعني ربع يعني يكاد يكون يعني نسبة ربوية حقيقية في حين ان على الاتجاه التاني او على الناحية التانية ان الاقتصاد الرسمي او اقتصاد الدولة حرام طبعا مهم الاشارة الى ان الطيارات تطروا في فترة بالفترات وبداية من السبعينات بدأت في خطة كانت ممنهجة الحقيقة واستمرت لصناعة اقتصاد موازي اقتصاد موازي ومؤسسات موازية وصولا الى محاولة هدم دولة واقامة اجهزة موازية في حكم ايام اللي ما يعلم بها الله ربنا وده هذه الفكرة مستمرة حتى الان بيظهر في يعني في اشكال تانية بقى في اشكال طنبوشة مختلفة طنبوشة بقى وحصاوي طيب اصلاحاك نخرج لفاصل بقى الفاصل لسه عندنا نمازج الحقيقة صادمة من قصص ناس موجودة على سوشال ميديا في التعامل مع المستريحين هنستعرف على الفاصل من شاء الله هارجوكم خليكم معاهم برحب بحضراتكم مرة اخرى وبجاية الترحيب بإهدفنا العزيزي لأستاذ وليد تغان استاذ وليد اهلا بك مرة تانية اهلا يا عام والحقيقة النمازج اللي على السوشال ميديا للحالات النصب من المستريحين مؤسفة تعالوا نشوف واخد رأيييي الأستاذ وليد محمد عبد الرحمن حاطط صورة بحقيقة صورة تخوف للرجل اتنصب عليه من المستريح اصوان وشايل في ايده حبال وشانق بيها ولاده فبيقول عم فلان حاطت كل فلوسه مع مستريح اصوان مش لاقي يجيب عايش حفل ولاده بيهدد بشانق ولاده اه بقيت مش عايز اصدق اننا وصلنا للحالة المزرية دي بالاسب هو طبعا يعني رجل غلبان في النهاية بص لو جيت بصيت عليه رجل غلبان يعني ان هو يحطه فلوسه وتحوشة عمره وراس ملع ياله يبدو من الصاب يعني احنا معلش بس هو ما تقدر يعني الرجل ده برضو يعني عشان نبقى يعني منصفين هو ربما يكون ضحية بس بنسبة بنسبة مشارك في قد تكون البقر اللي عنده دي لا ما انا عايز اقول لك حالك ما انا عايز اقول لك حاجة برضو ما انا عايز اقول لك حاجة يعني انت لما يكون عندك بقرة او يعني مواشي وانت بتتصور انك هتدي هذه المبلغ المالي لشخصه هيضعفه لك انت بالضرورة متأكد ان هناك شيء ما غسلين اضافة ان احنا لسه بنقول ان هذا الشخص المستريح كان سواء توك توك وكان مسجل خطر وهناك تاريخ معروف لي في القرية او في قرى مجاورة اذا انت مشارك او انت تعلم جيدا زي اللي بيشتري شقة في عمارة عمر وعارف ان هو بعد شوية نبقى نتصالح وعارف انها مالغير رخص يعني انت مشارك في هذه الامر وبعدين ده بيقضنا لشيء اسمه ثقافة الاستدانة الاستهلاكية يا عمر كتير قوي اسر بتستدين وده اللي ادى لظاهرة الغريمين والغريمات او نسبة كبيرة منها كتير قوي بيستدين علشان يجيب تارلكتين وبوتجازين والاسرة بتبقى على قد حالها تبقى اغرب حاجة شفتها تبقى على قد حالها وحضرتك بتبقى بتجيب جهاز موبايل اغلى من مرتبك اربع مرات يا سواريد طيب يعني في اعلانات دلوقتي يقولك روح اتعشى حاجة الناس بتقصد يقولك روح اتعشى واحد من المطعم الغالي او في مصر يقولك روح اتعشى في المطعم ده بالتقصيد بالضبط والتقصيد على قد ايه بقى اقول بقية الاعلان على اتناشر شهر يعني انت هتروح تتعشى تتعشى لك بعشرين الف جنيه وتقصت على اتناشر شهر طيب وهناك من يعني بيروح وبيتعشى وبيقصت بيحصى وفي فكرة كمان دلوقتي قالك ان انت تروح للساحل او المصيف يعني وبالتقصيد ماشي مبلوعة لا من هقولك حاجة لا 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 ما هي هقولك حاجة اذا كان انا ما هو ما انا هقولك يا عمر هقولك بوجهة نظري كل لما انا اروح اصيف او اروح المصيف وبعدين اقصت ما زهبت انا الاسبوع اللي انا روحت فيه ده لمدة 24 شهر ما هو ده برضه ما اتبسط العيال ما هو ممكن العيال ده يتبسطه في حدود ما املك وبعدين ممكن العيال ده يتبسطه برضه مش ضروري اروحها اللي هي بقصتها على مدة 24 شهر مستلزمات ومتطلبات اخرى وما كانش اللي بمرسه ده او الاسبوع ده قهري او ظرفي او بالضرورة يعني مسألة الاغراء ما هو الشيء التاني فيه اغراء استهلاكي وفيه شيء من التباهي الغير مبرر ومخالف ليه ما يبدو من شكوى بعض الفئات يعني انا مش هقدر او غير منطقي ان انا يبقى عندي جهاز محمول زي ما بقول لحضرتك وهذا الجهاز المحمول يوازي مرتب اربع او خمس شهور يعني هي فكرة احنا كتير من المجتمع عنده تطلعات وهذا يعني مشروع لكن ادارة مثل هذه التطلعات بغير خطة او بطفرة او برغبة الان يحدث ده بتخلينا عايشين في ظروف غير الظروف المفترض نعيش وكل واحد فيهم هو جواب ازرة مستريح صغير بيستني الظرف عشان يطلع هو في النهاية لما تجمع كل العوامل دي مع بعض رغبة شديدة في الاستهلاك رغبة شديدة في الصراع السريع رغبة شديدة في التفاخر والتباهي النهاردة بيحكموا على بعض الشعب الصغير بمركة الموبايل وبقى فيه ناس بتلبس الاميس علشان الرسمة مش عشان الجودة يعني اصبح ما هو يعني مش مهم المهم اللوجو فانا لما اوصل لمثل هذه التلات عوامل دي انا بالضرورة طبعا قياسا على اطراف محافظة اسوان او اطراف محافظات الصعيد واطراف القاهرة يعني على امتداد الخط طبعا فيه فرقات لكن هي الفكرة او المبدأ واحد ان هناك ما يؤدي بالضرورة الى الوقوع تحت درس مستريح او الوقوع فيه التنقيب عن ذهب علشان اطلع لي بقرشين او التنقيب على اثار او الدخول فيه نشاط غير مشروع لتجارة الاثار وامتدادا على نفس نسق او نفس الخط فاكر الزبق الاحمر الزبق الاحمر لا وبعدين اللي بقى هنت تعال بقى ابني عمارة من غير ترخيص علشان تاخد لك القرشين وتمشي اللي بيبني العمارة واللي بيسكن العمارة واللي بيأجر في العمارة التلاتة مسؤولين عن لان هو عارف المنظومة هو عارف هو بيعمل ايه وبالتالي انا اتصور ان تلات تربع اللي كان بيدوا فلوسهم للمستريح يا عمر عارفين ان هناك شيء ما طب الغريب ان في بعض الفئات في المجتمع مخصفين اشتغلوا في مياها المحترمة جدا على درجة علمية كبيرة جدا بيقعوا ضحايا المستريحين مش شرط ضحايا المستريح بتاع المواشي ما هو كله مستريح وليه كل المستريحين انواع بزبط كتة في مستراحين عربيات وعقرات في مستريحين تكيفا في مستراحين دواء وفي مستراحين ادويات تخسيس وفي مستراحين انواع فبرضو تفسيرك لان حد على درجة من الثقافة والوعي والتعليم يقع ضحية للمستريح بشكل هذا احنا زي ما قلنا فكرة ان هو ضحية احنا مش عايزي هو مش نقص وعنده فلوس هو عنده فلوس وعنده قدرة على التفكير وعنده حكمه مسبق عن الأمر وهو يعلم تماما ان هناك مخاطرة او هناك شيء ما تعال نرجع يا عمر للسبعينات في السبعينات مع انفتاح الحقيقة كان انفتاح استهلاكي وما كانش انفتاح صناعي وفيه فرق بين الراجل اللي بياخد فلوس من هنا يزود عليها جنيه من البيع وفيه فرق بينه وبين راجل الصناعة او راجل اللي بيحط اساس لاستثمار حقيقي يعني استثمار حقيقي يعني هو باخدش فروق الاسعار او فروق الربح من استيراد وبدخله السوق بانطلون او سلع استهلاكية او قميس او تي شير لا أنا بحط فلوس في السوق وبستثمر هذه الفلوس بعوائد تضيف إلى المجتمع وفي نفس الوقت تدين ربح احنا لسه بنعاني من آثار موجة ثقافة انفتاح السبعينات حتى الآن يضاف إليها ناس من اللي اشتغلت برا عمر ورجعت ولديها مفاهيم البلاد اللي كانت فيها لديها ثقاف بعد تلونت ثقافتهم بثقافة البلاد اللي كانت فيها يجي عندنا عاملين مهمين قدوا إلى استمرار الحكم غير المفهوم على الأمور في السبعينات كان وصل الأمر إلى أن دكتور الجامعة زي ما شوفنا في أفلام السينيما قفل خارق استقلم الجامعة وفتح سوفرماكت المعنى أو أن مهنة من حرفة من الحرف اكتسب من الأموال ما جعله يكون في وضع اقتصادي أفضل من دكتور الجامعة أو المدرس وبالتالي انت غيرت احنا بنعاني لحتى الآن من تغير في مفاهيم القيمة وإرادة القيمة القيمة هو العمل اللي بتقوم به تجاه المجتمع إرادة القيمة هو المفروض أو مدخولك من ما تقدمه للمجتمع الخلل اللي حصل أنك مش عاوز أو مش متصور أو مش رابط بين ما تقدمه للمجتمع ومضمونه وبين ما يجب أن تحصل عليه احنا النهاردة طبعا مش كلنا بس في قطاعات كبيرة وده فتح الكلام دي في المستريح النهاردة في قطاعات كبيرة بقى الرغبة في الإراد أو الرغبة في المكسب أو الرغبة في المغنم مختلفة أو غير مربوطة تماما بمضمون ما أقدمه للمجتمع طب اسمح لي أختم بالتويتة دي اللي هي برضو بتتطفق مع رأي حضرتك للأستاذ عامر عبد الحكيم عامر بيقول 14 مستريح في أسوان ما بيصعبش على الضحايا لأنهم طمعين وعايز يضعف فلوسه بدون موجود أو ضماناته موضوع يتكرم مليون مرة ومحدش بيتعلم وسيظل المستريح موجود طول ما فيه طمعه وعاوز بس أقولك حاجة عامر النهاردة كتير بتيجي من الشباب الجديد ييجي يشتغل فتقولك هتديني كام يسأل أولا عام قدر ما يحصل عليه ده دلالة عامر وده شيء لازم نقتنع به ولازم نواجه نفسنا به دلالة أنه هو يأتي للعمل كي يربح لكن هو مفترض أنه يأتي للعمل كي يقدم مجهود أو يقدم شيء بيقدم لشيء بيقدم لقيمة ما ويجاز على ما يقدمه يعني هو بيقدم الأول ثم يأخذ أجر على ما يقدم مهم الإشارة إلى أن الفكرة دي تكونت عن أن التعليم التعليم خلال الفترة اللي فاتت الاربعين سنة اللي فاته كان منفصل تماما عن متطلبات سوء العمل وبالتالي لما يخرج الطالب من الجامعة هو عاوز يشتغل عشان ياخد فلوس لأنه تلغى عنده فكرة أنه هو محترف في كذا أو يتعلم كذا أو يترقى في كذا كمية العمل نفسه نوع بيبني نفسه بكون شخصية وخدرات ويتدرج في عمل ما أو تخصص ما محتاجه السوق أكيد لما أصبح بيشتغل من غير ما السوق يحتاج أصبح لا يربط بين ما يحصل عليه وما يقدمه من خدمه وطول ما فيه طماع طول ما يبقى فيه مسترحيل بس بزبطك أشكر حالك شكرا جزيلا من كتب الصحف الأوسط والي طغان رئيس تحريم جلال صباح الشيء شكرا جدا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا للموصول لحضرتك المشاهدين الكرام وتصبحوا على كل خير إلى اللقاء